اشتركوا في القناة 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 ليش هاي المحلات مسقطة وكلهم دافعين سرقفليات وإيجارات وبالتالي تفضلوا هذا في غفلة من الزمن متأجر اولا هو نفق اولا هو نفق فعلى اي اساس يكون يصير مخزن هذا اكبر غلط ولهذا استجابة قوية لما طرحنا هذا الموضوع الاستاذ احمد خوام مدير عام دائرة بلدية الرصافة بالمباشر سوى كتاب انذار لاصحاب هذا اللي مجري لهذا النفق وصاير مخزن وبالتالي وبالتالي هذا المعرفة سميه مخزن لو نفق انتوا يمكم لكن حلوة ايضا ننتظر احنا اولا من الجهة اللي هي متعاقدة ما اعرف ما خدته بالباطن بالباطل هذا الموضوع رح ينحسن وايضا ادعو الاخوان في دائرة العقارات امانة بغداد ان يحسنون جواب هذا الموضوع واني اشكر مدير عام البلدية لكن ما اشكر مدير عام العقارات اللي سيئة بالموضوع وما انتبه وما جاوبنا لان هو اولى في هذا الموضوع وايضا انا ارفع هذا الموضوع الى الاستاذ عمار موسى كاظم الاسدي امين بغداد في حسم هذا الموضوع وبالمناسبة احنا مو بس هذا النفق وهوية تفاصيل مغيرين جنسه انفاق بنايات كذا متغيرة وبالتالي تحت موضوع معين اسمه ايجار طيب هسا انا صراحة يعجبني لما مسؤولي يجاوبني اولا انا ما طارح موضوع خاصة ببيت اهلي انا طارح موضوع عام وقضية عامة هسا لما لما اي مواطن ينسحق على هذا الشارع اببخت من اببخت المخزن اببخت اللي اجره اببخت اللي ضايق المحلات كلها ويظلون يدقون اسويحلي وما يعرفون ويا من يحشون عدة مرات اهل المحلات طارحين موضوع حموم لكن محد محد يستمع لهم طيب من سنين طويلة هذا الموضوع يفتح بيه تحقيق ونبلغ بيه احنا كادارة برنامج دفتر ملاحظات في القناة العراقية العامة لاجل ان نوقع على هاي العلة ونعرف من المسبب هذا الموضوع خطر جدا لا تصوروا سيئ قضية مهمة جدا المواطن العراقي دائما يعاني من سقف يعيش تحته اي بمعنى بيت ما يكون ايجاره كل ساعة والايجار هز يتمر ينقله وهذا الموضوع ما حد يحس به إلا اللي مأجر ولهذا دائما نتحدث عن ضرورة وجود استثمارات تخص المواطن البسيط والدرجة الوسط أنا مارد أقول على المواطن العراقي مواطن فقير المواطن اللي دخله بسيط جدا واللي أحيانا حتى ما يلقي وكثير من يعني مع الأسف من المواطنين يعيش حياته كلها يريد يشوف بيت اسمه بيت مو ايجار بيت ملك الناس قام تركض على خمسين متر قام تركض على خمسة وسبعين متر ويمكن حتى أقل شنقول ويقول لنا المهم سقف وما كراسي الشهر أبو الإيجار ويهددني أطلع واشمر غراضك بره هذه الأسئلة وكثير منها رحنا إلى السيدة سوهانة جار رئيسة هيئة الوطنية للاستثمار وتحدثنا بصراحة وهي أيضا فتحت كلامها وتحدثت بشجاعة وصراحة الدكتورة سوهانة جار رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية صباح الورد شون صحة والله هو البرنامج شيش احنا نطب من البط على العموم شرفنا بيش أول ظهور بالبرنامج ومهمة صعبة الاستثمار بالعراق بوجود القوانين القديمة أستاذ طائق في شرفنا ممنون على مدى الجمهور الكريم لا يقول لك بولا بخلا مدى إسرائي أبدا أهل الكرم شاي يا الله أين شاي صراحة أنا أردت سألت أين وصلت المفاوضات وهي هنا وقبلها يعني شو رح طلعين من من تنقذ زجاجة في قضية القوانين القديمة الما تتراهم هو نظام الاستثمار الجديد بالعراق والله أستاذ باوع ما يوجد نظام الاستثمار القديم ونظام الاستثمار الجديد القانون الاستثمار أي نظام أو قانون ما دع نحكيها بمدى أحكي بصيغة قانونية دع نحكي عن العملية الاستثمارية ما يتشاهد دع نحكي على العملية الاستثمارية العملية الاستثمارية هي العملية الاستثمارية على مدى التاريخ بكل الدول شنو يعني يعني يجي واحد يجي بفلوسه ويبعد يبني بيها صح لو لا الاستثمار هو انه شخص يتحمل الاستثمار بفلوسه احنا القانون عندنا لما نتشكل بعد 2003 هو مو انه كان مناسب للمرحلة السابقة القانون ضعيف بثغرات بتناقضات ويا القوانين الحالية هو مو كان مناسب لذي المرحلة وغير مناسب لها المرحلة القانون بثغرات استغلت لي بالفساد ومنها الاحفاءات الكمركية الاراضي اللي تتمنح السنات يعني شون هالشكل ولا مركزية بالعملية الاستثمارية فاحنا اليوم مثل مجلتها انهم احنا نطمح يتغيير القانون موتا بي شفاح السؤال مسودة القانون جديد مسودة قانون بلشتوا بيها زينة خلينا نفوت على مفاوضات حنوى بدينا المفاوضات الاسبوع الماضي وقلنا لهم على مخرجات امانية الدقيق ووضحنا لهم مخالفاتهم ووضعنا لهم الشروط اللي احنا راح نمضي بيها يريدون يشتغلونوا مياهنا بهالشروط طلبهم ما يريدون ترى اقعدنا خيارات جدا متعددة لإكمال مشروع بصفايا بس آنيت هي للشركة هي براحة نبدة زينة لان احنا لازمين عليهم مخالفات اوكي فهو من مصلحة انه ينفذ احنا بدينا المفاوضات ووضعنا شروطنا احنا راح نكون جدا على مستوى عالي جدا من الشفافية في موضوع بس مايه زينة اول باول الناس راح تعرف وراح نعلن عن المفاوضات مثل ما قلت بديناها الأسبوع الماضي وضعنا شروطنا وهسنا ننتظر إجابتهم عليها عند شوفك زعل كلامك على هنوان اكيد انه زعل على هنوان طيب وعليه هل تاخدين طريق القانون رفع دعوة فيما لو هو الواحد اي اي احنا قد نصل للمحاكم قد نصل للمحاكم اذا هم مرض خوال شروطنا زينة وقرروا التوقف عن العمل واني اتصورها ما راح يسووها لأنه هو شخص تجاري بالأخير طبعا عني زعل على هنوان زينة خلي اروح على الشيء اللي يسعدك انه مشاريع الاستثمار بدت تنجح بالعراق لكن هذا استثمار الكبار والأغنياء انا ادور على استثمار الفقراء والدرجات الوسط هل فكرة السيدة سهانة جار في هذه القضية هو با هو أستاذ احنا هم أرجع للقانون زينة الاجراءات والقوانين كلها وحدة للصغير وللكبير زينة يعني احنا اليوم اللي يريد يسوي مائة ألف وحدة سكنية اجراءاته نفس اللي يريد يفتح ورشة زينة القانون بي شوية خلل يعني مثلا انت اليوم يقولك والله لازم تعلن فرصة استثمارية جاري احد ذاك اليوم بس يريد محل صغير على مودي سوي بي بورشة شائزين شلو راح أعلن نياو راح أخليه فإحنا عدنا خلل بالاجراءات اللي هو يعني تخليها جدا صعبة على المستثمر الصغير بس المستثمر الكبير ممكن يتحمل هاي الإجراءات يحط محامين يتابع يتكلف شوية لأن بيها إجراءات قانونية لأن مشروع عد شبير بس اللي ما عنده إمكانيات يغضب الإجراءات ويجيب محامين ويبعد يرقض وينتظر سنة شراح يسوي فإحنا قانون للأسف عدنا ما يساعد يعني هو مثل دا أقولك هو الخلل يعني اليوم إذا الواحد يريد يضمي مثلا ورشة صغيرة مشكلة استحصال الأرض اليوم أسهل لي أجيب ألف دونة مما أجيب مثلا مئة دونة ما يريد يسوي عليها ورشة فإحنا هوايا مفاكرين بالقانون مفاكرين به لدرجة أنه إحنا المشاريع الاستثمارية داخل مدينة بسماية هي الهيئة اللي راح تقوم بيها على مود إذا يكون عندي مساحات أأجرها للمستثمر الصغير خليش تغل طيب سيدة سوها بس ما ينأخذ نموذج هل يمكن لهيئة الاستثمار أن يتعددنه تخليه متكرر هذا المشروع أن يكون فتة خمس مشاريع منه في بغداد في المحافرات لأن أسعارها جيدة وهو يستفادوا يعني حتى من الزملالة بالقناة العراقية كل شيء يقعدوا هناك هل يمكن زائدا أن نلاحظ الخدمات اللي تخص هذا المشروع الخارجية والداخلية الخارجية كيفية الوصول لهذا المشروع الشارع ما صار بي أي تطور ولهذا تحمل العبئ الشارع هذا المستوى من الآلاف من المواطنين اللي سكنوا وبالتالي أصبح المشروع منقوص هل فكرت سيدة سهانة جار فيها؟ بعوة إحنا من أول يوم قلنا نريد نسوي مشاريع مثل مشاريع بسماية مو بس بأطراف بغداد ولكن بالعراق كلها بس المشكلة الكبيرة اللي احنا نعاني منها اليوم هي الأراضي وأرجع أبين بخلن القانون للاستثمار زيان أنا كهيئة استثمار المطلوب مني أشتغل وأطرح مشاريع استثمارية وأنا ما عندي أراضي زيان لما أخاطب الوزارات يا بشنو الأراضي اللي عادكم محد لأن هذه الأراضي هم يخافون كل وزارة تلتل على أراضيها صحيح صحيح جزء مننا أنه يعني للأسف للأسف تاريخيا اقترنت كلمة الاستثمار بالفساد فيقول لك هاي راح نطي أراضينا راح يضيعوها ويرطوها وفساد وهالشكل فما عدنا إحنا أدوات نشتغل بها يعني شون اليوم تتوقعون هاي الوطنية للاستثمار تطرحوا تبني العراق إذا آني حتى الأراضي ما عندي هاي مشروع الرفيل أخذنا بموافقة من مجلوس الوزراء لليوم آني مدى أقدر أتمكن كون الحل؟ مو؟ الحل أيضا في التعدد للقانون إحنا لازم يكون عندنا مخزين أراضي تعقلة استثمار الأراضي أب każمعا لا يقبل أن يدرلي لا الوزارات لا الهيئات لا المؤسسات طيب وعليه ماذا يمكن أدخل فيدّخ هذا الموضوع أو؟ مو؟ أعنا رأس الحكومة هو شون؟ هو يعيش نفس أزمتك ماذا نحكي من ناحية السياسية لا 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 أزمتك أنه لا يقدر يوفر لك أراضي زين الأراضي عند الوزارات هس أطهو أراضي للوزارات لحاجاتها ماذا نجي بها العراق ما شاء الله فتربعها بارضة ما بيها بناء بس أنتوا الأراضي هاي اللي هي تاريخية نب اسمكم أوكي خليها باسمك بس انطيني إياها انطيني هاي الشغل بيها ستسوها هل تخافين من الفشل في هاي المشاريع الفشل ليس خيار بالنسبة لنا احنا ما رح مرشل ليس خيار يمو ما حد ينطي تش أراضي يد المساعدة صعوب أن تنمد للهيئة وبالتالي هنا رح تكون بين حانة ومانة بين حانة أن تنجاحين في إدارة الهيئة الوطنية لإستثمار وبين مانة أن المواطن ينتظر من هذه الهيئة أن تساعده في توفير سكن سقف أنا مجربها دقة المؤجر صعبة خلي أقول لك شيء ساد على ضعف القانون القانون بصفل القانون بصفل شو رح تستفيدين منه يعني القانون يقول لي أنه أنت قانون الاستثمار يتفوق على عدد كبير من القوانين العراق اليوم ولذلك أنا عندي صلاحية اليوم أخذ الأراضي وأشتغل بيها أخذ الأراضي أي عندما أستغل لك تظر أستاذ الآن عندي صلاحية حتى لو ما جدتني موافقة من الوزارات أشتغل في الأراضي لكن المشكلة أنت شنو؟ أنه لما نتسوي هذا الشكل يأتي الصاحب الملكي يقولك مرحبك نك منها زي وكتها أنا هسا اليوم ألجأ القانون لأنه القانون يحميني أي طبعاً استغلينا بمثلاً بمشروع أرض المطار زي أنت هاي الأراضي متاحة للاستثمار أنت لما توصل الآخر الطريق ويأي طرف ويكون القانون بصفك أنت اللي راح تربح فإحنا رغم مشاكلنا ويقانون الاستثمار هم هو يجيب لنا حقنا أستاذ هذه محطة الفشل كخيار إحنا عدنا إصرار نبني العراق اليوم والنفسه يعني الحمد لله على ضعف القانون هم موجوده يعني أوكي الناس ده تشوف أكو فرق بالعملية الاستثمارية يعني إحنا لما رئيس المزراء وجهنا نسحب ترى الشغل اليوم اللي داي يصير بالعراق مو لأن مشاريع جديدة لأن مشاريع متوقفة اشتغلت لأن هددناهم راح نسحب زين المشاريع المتلكة مدام أنت دخلت عليها بالكلام الحل وياها شلون؟ الحل وياها السحب سحبت 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 مشاريع مشاريع عدد لك أغلبها مشاريع ستنية لأن أكثر المشاريع اللي يكون بها الفساد هي المشاريع الستنية زين التعويض مالها شن هو؟ أولاً وآخراً المواطن هو خسران في هذا الجانب تعويض منه أستاذ؟ لا تعويض بدل هذا المشروع هذا المشروع كان يأمن مثلاً لخمسين ألف مواطن انسحب طيب ذلك نسحب لا أستاذ خلي أصلح لك هذا المشروع صلحي هو ليس مشروع وأعتذر يعني ليس مشاريع قصدي حضرتك تقول أنت معواطن ومواطن سحبت مشروع كان رح يوفر خمسة آلاف واحدة ستنية لا أنا سحبت مشروع كان رح يوفر خمسة آلاف واحدة ستنية أنا سحبت مشروع الأراضي أخذت من الذي يدعي أنه مستثمر حلو زين؟ بحجة أنه رح يبني ويوفر لكن هو أخذ الأراضي سمسر بيها طلب إعفاءات غمركية ده يتاجر بيها بالسوق السوداء اللي هي هاي ده تضرب على المصانع العراقية وده يدخل عماله ده تضرب على العمالة العراقية والمشروع مسيج كل شي ما بيه فتعال قلي شنو خرمت منو أنا من شنو؟ أنا حماية حق الدولة بهذا السلام والله أنا رح أقول لك على الجاية الجاية أصور لك مرة ثانية أنا تقول لي لي فاق نجحنا وبلشت المشاريع المشروع الفلاني والفلاني إحنا لليوم نحاول نسوي نجحنا قلنا راح نسحب مشاريع سماء سكنية موسامسرة وموسيجة وده تاخد عفاءات أسحبنا قلنا راح نسوي مدينة المطار وحشوف هسا أرض الرفيلة الشغلية بيها جميع الشركات عالمية تشتغل بيها هاي الأراضي اللي تتأخذ من الدولة بلا إي حساب وطفناها فقالي مثل ما قلت لك الفشل عنديه خيار ورحمت له ليش؟ لأن الريد نسوي شي زين نجاحة أكيد نجاحة أكيد نجاحة أكيد يحسب للشعب سيدة سوها النجاح رئيسة الهيئة الوطنية لأني ممنون استغرقتك نجاحة أكيد نجاحة أكيد سيدة سوها وبالتالي هي تخصنا كنا اللي ندور على ساقف نعيش تحت يمكن قضية خطرة جداً لما يتواجدون صغار السن قاصرين بالمقاهي علناً يأرقل وبعض التفاصيل تفضلوا هذه الصورة شوفوا الأعمار اللي هي بالقهوة قاعدين يأرقلون طيب هسا أبو القهوة ما عنده ضمير الجهات الرقابية كان المفروض تشوف هذا الموضوع المهم جداً هذول الأطفال ممكن يجرهم إلى أي موضوع ولهذا هذا الموضوع حبيثت تناقش به مع الليواء الدكتور سعد مع المدير عام العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية السلام عليكم سيادة الليواء بساك الله خير حبيبي بساك الله خير يعني هذا الموضوع وين وزارة الداخلية منه أن يتواجدون أطفال قاصرين وحتى أعمارهم عشر سنوات دعش تسعة واحد يجر الله وأرقيله وأحياناً أرقيله مو فارغة إليك الجو نعم شكراً إليك طبعاً موضوع مهم جداً وبالتأكيد نحن من قول ظاهرة ولكن تصرف مرفوض وزارة الداخلية تقوم بحاملات مستمرة خاصة من خلال مدرية شرطة الأحداث في قيادة شرطة مغداد سمع لوكار شؤون الشرطة وكذلك قيادات الشرطة حملاتها هذه هي لتطبيق قانون الأحداث وبالتالي أيضاً هناك تعاون وتنسيق مع هيئة السياحة بالتعليمات الموجودة للكوفيات والمقاهي بمنع دخول الأرصال اللي هم أحداث إلى مثل هكذا أماكن أو حتى تشغيلهم لأن هذا مرفوض ويحاسبون عليه يعني ممكن أنه يغلق المحل هذا وأيضاً يكون هناك عقوبات غرامات وغيرها يضاف إلى ذلك يعني أول مرة يكون هناك تنبيه ولكن ثاني مرة يساءل قانوناً صاحب المقهى يعني سؤالاً على المادة متروربائي من قانون عقوبات العراقية من خالف التعليمات وأنظمة أو من خلال مواد القانوني الخاصة بقانون رعاية الأحداث عن حملات المستمرة أيضاً كشلطة مجتمعية يعني موجودين على موضوع التوعي والتقيف التوعي والتقيف وأيضاً تنبيه أصحاب الكوفيات والمقاهي على هذا السلوك المرفوض وكذلك أيضاً تنبيه الأحداث هذه الدولات المستمرة ولكن أيضاً شيء آخر يعني هذا الموضوع لا يحاجد فقط من خلال وزاعة الداخلية يعني نحن نتكلم أيضاً عن مراقبة العائلة نفسها يعني عندما يخرج هذا الحدث إلى مكان وبالتالي يجب أن يكون هناك متابعة أضاف إلى ذلك أنه تكلمت على موضوع مهم وأنا أقرأ ما بين الأصل وما تعنيه في قصة لا شماح الله كان هناك تعاطي المخدرات أو الحبوب والمخدرة يعني كمساعدون وغيرها أيضاً في ضمن هذه الجولات تكون جولات المدينة العامة المكافحة المخدرات والمطارات العقلية ويضاً تكون متوالدة بعض الأحيان حملاتها تكون بمفردها أو بعض الأحيان تكون مع شرطة الأحداث طيب وعليه مع الأسف هناك تمدد لهذه الكافهات داخل الفروع داخل الأزقة وبجوار البيوت وهذا الكافه شنو بمطارات طقص بعتين تالي الليل طيب هذا الموضوع شلون الناس ده تشتكي ويعني مع الأسف لا تزال موجود القضية هذا طبعاً تعرف أن وزاة داخلية هي المسؤولة عن يعني أعطاء رخصة في موضوع البناء هناك يعني مساحة بين سوط العمراني وبين الحكومة المحلية وبين أيضاً السياحة يعني هذا الموضوع هو طور المعارض لأنه بالتأكيد يجب أن تكون هناك يعني مسببات موضوعية وتفاصيل معينة في موضوع إعطاء الرخصة لفتح الكافي مع ذلك إن شاء الله سيادة اللواء الكافهات تنفتح بدون رخصة نعم هذا طبعاً خطأ ومخالفة وهناك إن شاء الله حملة واسعة سوف تكون مقرارة الداخلية خاصة ما يخص الأحداث وأيضاً التوقيطات بالنسبة لفتح وغلق هذه المحال اللواء الدكتور والعلاقات والإعلام وزارة الداخلية حضرتك من ورويانا دائماً شكراً إذن هذا الموضوع لأهميته لأهميته راح نبدي نتحدث به مثل ما السلسلة اللي مشينا بيها قبل حلقات وهذا الموضوع لا تستغربون لا تستغربون إنه من الممكن أن تشوف ابنك صاحب العمر العشر سنوات ماخذي أصدقاء وداخلين إلى هذا الكوفي دارج الكلام وبالتالي الخطورة داخل هذا الكوفي كل هذه القضية كون يعني لازم واحد يحط نقطة الخطر وين بالمناسبة لابد أن أحيي الزملاء داخل الستوديو الأستاذ الفلكي الباحث الفلكي الكبير وصاحب الشهرة العالمي الأستاذ علي البكري وأيضاً تحياتي إلى المنتج الزملاء في قسم الإنتاج أيضاً متواجدين وياناً المهم خلي بحث نجي على أنطونا صورة الكتاب اللي رفعها المدير العام استجابة بلدية الرصافة مدير عام بلدية الرصافة المهندس أحمد خوام هذه هي صورة الكتاب اللي بعثها سيد أحمد خوام إلى الجهة هذا انذار طبعاً هو قانون إنهيج يصير الموضوع لكن على ما يبدو رح تكثر الانذارات مثل هذه لمكانات عديدة في بغداد وأيضاً أتمنى على المحافظات يحدون حدو سيد أحمد خوام لأن هذا موضوع مهم جداً ومو سهل تغيير جنس المكان يعني لما الدولة صارفة ومخططة وتصميم لنفق بعدين يجي شخصاً ما أنا بعدين ما لا أقف رقبته منه شخصاً ما أجي وقال له تعال ابني مننا وابني مننا نطيني المالات وروح أخذ راحتك طيب خلونا نجي إلى طيب خلينا نجي إلى شارع الرشيد وضرورة إعادة شارع الرشيد هذا لو في أي بلد لو في أي بلد تصوروا عمره أكثر من مئة سنة من يوم اللي تم تأسيسه وهو بالبداية عمله لأجل حركة العجلات العسكرية وبالتالي مشى شارع وانوجدت بي أشياء مهمة جداً وبالتالي حال الشارع الآن هذا إحنا صورنا في يوم عطلة الصبح كان يوم جمعة وهذا التصوير قبل أشهر بالمناسبة شوفوا إحنا وين وقفنا بالتصوير البطيء هذه من أهم وأهم وأهم الأبنية اللي موجودة في شارع الرشيد وحتى بغداد كلها هذه بناية بيت لنج اسمها بناية عمرها بعمر الشارع أو أقدم وبيها مكانات مهمة جداً مع الأسف تم طمرها وطمرها قسراً وإحنا نتحدث عن مكتبة مكنزي مكتبة مدبولي في وسط القاهرة معلم سياحي ثقافي مهم الدولة الدعمة وسفرات سياحية يروحوا له وإعلانات عن مكتبة مدبولي وإحنا هم منها لما نروح إلى القاهرة نروح من ضمنها مكتبة مدبولي طيب بالمقابل مكتبة مكنزي هي أقدم من مكتبة مدبولي أقدم بعشرات السنين هل يعقل تتحول مكتبة إلى محل قنادر؟ هل يصير؟ هاي وحدة روح، هذا شنوه؟ اللي متوسط الشارع عيني هذا مدخل البنك المركزي ومجموعة البنوك اللي هي الرافديين والرشيد والأوراق المالية هذا شارع الرشيد يا ناس يا عالم أكثر من مئة سنة احتفلنا بحزن قبل كم سنة بمرور مئة سنة على إنشاء وشق هذا الشارع واش تفضلوا شوفوا شوفوا الأبنية اللي موجودة هسا الآن صاير أزبل من الإزبالة أزبل من الإزبالة صار ما تعرف شنو اللي بيه وهذا شارع الثقافة اتفضلوا روحوا إلى شارع الثقافة في عمان في عمان في الأردن وتفضلوا روحوا شوفوا يسوون السهرات التجمعات الثقافية بيه واحنا نحول هذا الشارع المهم جداً يا ناس شارع الرشيد الأبنية اللي بيه كلها تراثية وبعضها يوصل إلى الميتين أي بمعنى أثر يتحول تشوفوها مهملة مفلشة طيب بيه من تفتخر إذا أنت شارع الرشيد ما تفتخر بيه بيه من تفتخر إش عندك الحمد لله يلا قبل كم يوم سلموا دار الوالي إلى الأخوة الصديقة العزيزة الموسيقار العراقي صاحب الشهرة العربية والعالمية نصير شمة وبدوا يعملون به لأجل تحويله إلى بيت العود معلم ثقافي طيب هذا بيت العود ويقابل الشارع وتطلع إلى منطقة الميدان شبيه الميدان وتاخذ يمنى مجموعة المقاهي الجميلة جدا مقهم كلثوم مقهى الزهاوي البقية مقاهي تملي العين ما بيها أهمية وما مهتمين بيها المفروض أمانة بغداد تبادر هذول الناس اللي حافظوا على هذه المعالم كون أدعمهم أيضا الدولة كون تدعم شارع الرشيد مثل ما سوتونا شبرين ونص بالنسبة لشارع المتنبي والصرف ما انصرف بي وحلو حولتونا الأخوان المصارف وغيرها وأيضا أمانة بغداد واللي شارك في عادة أعمار وترميم شارع المتنبي روحوا شوفوا شارع المتنبي وحولونا شارع الرشيد هذا المعلم الثقافي المهم دوروا على المقهى البرازيلي منوا صاحب رجعوه انطوا فلوس عمروا له هذه معالم مهمة جدا طيب خلونا نروح إلى واسط ومعمل نسيج في واسط يعني صراحة أنا مع الأسف دا شوفكم حالات مؤلمة لكن لا بد أن نعرضها حتى المواطن والمسؤول والمعني يشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لنا جولة في معمل نسيج وحياكة واسط هذا المعمل طبعا من أكبر المعامل الاقتصادية في العراق أنشئه يعني منذ زمن بعيد فيه أجهزة عالمية وحاصل على شهايدة الآيزو العالمية والآن يعمل لكن ليس بكل أقسامه يحتاج إلى توفير مواد أولية يحتاج إلى طاقة أيدي عاملة يحتاج إلي كثير نختصر طبعا الموضوع وهي مسؤول إعلام مصنع نسيج وحياكة واسط وراح نتعرف على شنو المعوقات شنو اللي يحتاجه هذا المعمل هو ما يؤسفنا يعني أنه نشوف هذا مثل هكذا معمل كبير وحاصل على شهادة عالمية لا يعمل بكل طاقته الانتاج يحتاج إلى دعم يحتاج إلى ترويج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي هنا يعني يمي الكاميرا أستاذ عباس مسؤول إعلام مصنع نسيج وحياكة واسط السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذنا العزيز التفاصيل يعني أنه إحنا ما نعرف بها أكثر من عدكم احتي لي عن هذا المعمل الاقتصادي الكبير بماذا يرفض اليوم الثروة الاقتصادية العراقية وماذا يحتاج نعم أستاذنا العزيز اليوم المصنع ما يقفى على الجميع رغم كل الظروف التي تحيط بمصانع المتبقية في المحافظات الحقيقة إلا أن مصنع نسيج وحياكة واسط حقيقة هو يمتاز بإنتاجه وعمله المتواصل حقيقة اليوم في مصنع نسيج وحياكة واسط نمتلك مصنع كامل لصناعة البيرية العسكرية بمواصفات عالمية اليوم الماكنة حقيقة رومانية والخيط أجنبي والواقف عليها فقط عراقي يا أخي وسعرها بخمس تالاف دينار هذه البيرية العسكرية سعرها خمس تالاف وقاعد تشترى من مستوردة طبعا من دول خارجية يصل إلى خمس وتالافين دولار هاي اللي يشتروها من الخارج يعني خلطك نعم نعم طلقنا لأبواب وقلنا لهم يا ذا هذه البيرية يا أخي أساني والله يعني الموضوع هو بكل الأحوال توجه إلى وزارة الدفاع والداخلية باعتبار البيرية المهمة من استخدمها يا أستاذ يعني لما أنا بيعها بيعها في السوق مثلا للمواطن العادي لازم يطرق بابي وزارة الدفاع والداخلية وبالمناسبة احنا طلقنا بوابه وواي تدرى الساني عدي ميتين وخمسة عشر ألف بيرية عسكرية بالمخازن هذا يعني هذا حقيقة هذا رقم ممكن أنه ينعش الاقتصاد ليس فقط بالمصنع الاقتصاد العراقي أنا اليوم إذا أفعل هذا الموضوع وما شاء الله احنا العسكر والجيش عندنا يعني ممكن أنه أشتغل بس عليه طيب هذا جانب الجانب الثاني المعمل هل يعمل بكل طاقته الانتاجية هل جميع أقسامه تعمل هناك أماكن يعني شاهدنا مثل أماكن صار لها كثير ما مشتغلت اليوم شنو اللي نحتاجه حتى نفعله هي رسالة اللي نريد نوجهها للجهات المعنية حتى نفعله بشكل كامل العامل يشتغل واللي يعني المعلومة اللي وصلتني أنه أعتقد ألف وكم عامل يشتغلون بالمعمل ألف وسبعمائة وستين في حالة أنه يدعمني وزارات الوزارات على الصحة الثانية أنا اشتغلت للصحة في زمن جائحة كورونا اشتغلت للصحة كمامة واشتغلنا أيضا كاوين واشتغلنا شراشف واشتغلنا يعني كل كل المستلزمات اللي بالك هذا ردنا نغطي الحاجة اللي كانت حاجة ماسة إلى هذه المواد المستلزمات الطبية اللي صارت بها شحة على مستوى العالم جينا ننتج وطينا للوزارات وودينا للوزارة الصحة على مستوى المستشفيات ولحتى هذا اليوم ما منطينا ولا درهم من ديوننا هذا يجوز هذه رسالة على أنه يقول لك لا تشتغل بعد حقيقة يعني أنا نريد دعم الهدف الهدف واضح أنه يعني نتمنى نتمنى هي دعوة بوجودك وبجود كل الخيرين هي رسالة نوجهها لجميع الجهات المعنية من أعلى هرم في السلطة الحكومة المركزية ووزارة الصناعة والمعادن وإلى أصغر ممثل أو مسؤول عن هذه المعامل نتمنى نتمنى أنه يكون هناك تشجيع للمنتوج المحلي وهناك تنظيم لقوانين دخول المستورد وغيرها نتمنى توفير المواد الأولية اللي تحتاج هاي المصانع والله حرامات اسمحنا استاذ هذا العراق اليوم إذا أرفع شعار سنع في العراق من خلال هذا المصنع هذا فخر إليك أولا وليه الرسالة يجوزحنا آن وياك نضحكوا متفاعلين وياهم متفاعلين غيرنا سيشوفونا يضحكون علينا للأسف نتمنى هذه الرسالة قد توصل الزميلة فايق وهي بحد ذاته يعني إذا أشوف الصورة والله أمر مؤلم ومؤسف أن نرى هكذا مصنع هو ليس لديه الدعم الكامل والاهتمام الكامل ما نتمنى من جميع الجهات المعنية ليس في محافظة وسط فقط كل محافظات العراق أكيد بيها مصانع وأكيد بيها معامل نتمنى تشجيع المنتوج المحلي نتمنى أنه دعم هذا المنتوج هذا منتوجنا هذه صناعتنا العراقية وبشهادة عالمية شهادات عالمية ومدعوم مثل ما أتفضل هنا يعني جودة الخيط المستخدم جودة المادة الأولية لكن نتمنى دعمه اهتمام أكثر يعني هذا اللي نقدر نقوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً تابعونا اسماء مهمة جداً تحياتي إلى الزميل الإعلامي محمد أرحيم الطائي وظمير غائب وأيضاً لابد الإشارة إلى متابعة النحات العالمي نحات الفولاذ الأستاذ أحمد البحراني واللي ما يتابعه هواية أحمد البحراني مصمم ومنفذ كأس الخليج وأيضاً هو اللي عمل عنده معرض مشترك معه بوتيرو طبعاً هذا واحد من أكبر النحاتين العالميين وكذلك لازم منزغ غرب من رابعنا أحمد البحراني اسم الحسابات مهمة جداً عالمياً لا يصير مع الأسف مغني الحي لا يطرب أريد المغني الحي العراقي يطرب أيضاً عمل أستاذ أحمد البحراني عمل مع مصمم كأس العالم كازانيكا وأيضاً عنده نصب مع الأمم المتحدة في خمس قارات إذن عددها خمسة وكأس العالم لكرة اليد أيضاً هو صمم ونفذ أكبر حصان في العالم وتعاون مع شركة فيراري تصوروا أحمد البحراني هذا الاسم لازم ننتبه له ونحتضنا أكثر أخيراً العراق التفت له مع الأسف تعاون مع شركة فيراري وشركة رولز رايز لا تشوفون الأسماء وأشياء عديدة يمكن أحتاج أكثر من ساعتين يلا يتحدث عن هذا الفنان والقامة العراقية الفنية وبالمناسبة في الأيام أجي وألتقي بوزير الشباب والرياضة أستاذ أحمد درجال عدنان درجال وبالتالي الآن أكون عمل إذا تلاحظون الكأس النصب اللي موجود في بداية مدخل الخارجي للمدينة الرياضية في البصرة طيب حتى نشوفكم كواليس قبل أيام ولا تزال كانت عندنا التغذيات لشهر محرم الحرام ونشوفكم شلون يتواجدون زملاءنا في كونترول العراقية نطيني التلفزيون العراقية تنعت أغذيات العاشر من محرم هذا هو كونترول العراقية زميلنا المخرج أحمد تشوفون اللي واقف هو زميل مؤيد جاسم شتت بالتالي اللي قاعد هو ستاد نوفل مدير التلفزيون اللي واقف الآن بالنص استاد نوفل يم زميلنا المخرج عمار محمد مطر قلت لكم اللي واقف على يمين استاد نوفل هو الزميل والإعلامي الكبير ومقدم البرامج مؤيد جاسم شتت وزملاءنا كثيرين منتظر الإنتاج موجود بالأخير هذاك الشباك اللي تشوفوه أها زميلنا المرسومي مهندس الصوت وأيضا راح تشوفون تطلع لقطة أخرى موجود زميلنا السي جي علي هذه الخلية خلية النحل كانت موجودة بالمناسبة هذا يمكن ربع العدد الموجودين على مدار الساعة وإلى أوقات متأخرة تغضيات المباشر كان ينتهي ساعات ثلاثة بالليل وبقوا إلى أوقات الحمد لله نجحة نجاح باهر والعالم والوطن العربي وحتى الجهات المسؤولة أشادت بتغضيات القناة العراقية ذاك هو استاد نوفل عبد تهش مدير تلفزيون العراقية منتظر حل اليمين تحياتي لكل الزملاء العزاء اللي قاموا بهذه التغضيات طيب خلينا نروح إيه هسا من تطلع من بغداد باتجاه الكوت الشارع اللي بيه مجمع باسماية هذا الشارع طبعا استلمته شركة حمورابي وتحياتي إلى مديرها العام أستاذ سعد الدين واللي واقع فيه أزمة كبيرة جداً هو عدم موجود الأموال اللازمة لأجل تغضية الديون بالنسبة إلى المتقاولين وهي هذه الشركة القضية أنا اللي أريد أطرحها وطرحتها في الحلقة السابقة هسا هذا شارع خط سريع تمام؟ تمام على اليسار هل تشوفون الجزرة الوسطية؟ هسا لما توصلون إلى جوار ها ها تشوفون هذا الفتحات تضطر السيارة مباشرة توقف تريد تستدير تجي السيارة المسرعة أو التريلي ويفوت بيقول ومع الأسف نخسر أرواح مع الأسف يعني هذه القضية كون لازم تنحل وأنا عدة مرات حدثت أنه لازم هذه الجزرة الوسطية تنسد ويروحون للأخير أكو ساحة ويرجعون وبالتالي راح ننقذ كثير من الأرواح المواطنين هذه تقريبا بشكل يومي أكو حادث تقريبا بشكل يومي حادث أو اثنين أو ثلاثة طبعا خط سريع وسيارات توقف فجأة والبعدة ربما ما منتبه أو ما يلحق ومع الأسف أضيع علينا هاي طيب خلونا نروح إلى سوق الباب الشرقي وصبات أبدية أنا هذا أوجه ندائي إلى الأخوان في عمليات بغداد وأيضا أمانة بغداد عمل مشترك هذا السوق وواحد من أهم الأسواق في بغداد في وسط الباب الشرقي إحنا دا نتحدث عن وسط بغداد وأنتو تشوفون لما عرضنا الموضوع اللي على اليمين تشوفون هاي تشينكو هذا تم تغطية المكان لحديقة الأمة لما عرضنا الموضوع عرضنا الموضوع بالبرنامج مباشرة استجابة سريعة لأمانة بغداد وبالتالي الآن ستروحون تشوفوها بها بناء وحفريات وتصميم مهم جدا لعادة روح هذه الحديقة المهم على اليسار شوفوا ذاكه ذاكه هو السوق فأتمنى ينشال هذا حطيناه في وقت كان الوضع العام في بغداد مربك جدا ومرتبك وبالتالي هذا يكون نسوي صورة حل المهم أنا ما رح أختم لكن لابد أن أشكر الزملاء في القناة العراقية وأيضا الشكر موصول إلى الزميلة المخرج موضوع مهم جدا لازم أتحدث به طقعان ورقعان وفرار اللئيم طقعان ورقعان أخوان عاشوا عمرهم بخير بعضهم ما احتاجوا أي شيء واحد يسند الثاني وواحد يدافع عن الثاني عندهم دكان مرتب طقعان اختصاصة يبيع شاي فل رقعان عنده تانكي دهن سيارات هنفل وصار لهم سنين عايشين بأحسن حالة بنفس المحل إلى أن أجاهم فرار اللئيم اللي يريد يشتري دكانهم وهم ما يرضون قام يقرب رأس هذا ورأس ذاك وينافق بين طقعان ورقعان وفعلا قدر يفرق بينهم ويسوي مشاكل طقعان قام يقول الرقعان ريحة الدهن ما لتقدر تصير بالشاي ما لتو أنت تعرف كل زين الشاي يلقف ريحة رقعان يقول طقعان وزباينك مو دايضا يقول رابعي لأن يقول لهم واخروا اللي غاد اتدمرونا أهل الدهن وهدومنا تتوسخ إلى أن وصل الحال يعرضون دكانهم للبيع لكن ما حد يشتري لأن أهل المحلة ما يقبلون ما يريدون ميت فارقون فرار اللئيم قال طقعان ترى غراض رقعان إذا شعلت بيه عود كلها تحترق وتتاخذ المحل الدكان كله طقعان الحقد عمام ما خلا يفكر بحال صناديق الشاي إذا احترق الدهن وفعلاً احترق الدهن ما الأخوه لكن ويا نار الدهن لقفت صناديق الشاي واحترق كل المحل ووقفه ويتفرجون اللي كانوا أخوه والناس تتأسف على حال الدكان صار قطعة من الرماد وصخام إجاهم فرار وقال لهم تبيعون المحل على زقاطة؟ المهم إحنا مدرع على وجبناه موسيقى 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 اشتركوا في القناة